بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزائي طلبة وطالبات صف الأول الثانوي الأدبي معكم سلوى السجاعي هنبدأ في منهجنا الجديد في كتاب The Glimpse of Revelation لمحة من الوحي Unit 2 Articles of Faith بنود الإيمان زي ما تعودنا عندنا ثلاث نقاط بنقولهم فيه كل فيديو Reading the New Words هنقرأ الكلمات الجديدة معنا بعد كده Reading and Translating the Text هنقرأ ونترجم النص بعد كده Answering the Questions هنجاوب على الأسئلة Listen one The Existence and Oneness of Allah موجود ووحدانية الله سبحانه وتعالى Reading the New Words Lordship Oneness أول فقرة معانا بتقول Faith in Islam الإيمان في الإسلام Faith is a central part in a Muslim's life الإيمان هو الجزء الأساسي في حياة المسلم Faith in Islam is based on six articles يعني يبنى الإيمان في الإسلام على ست بنود وقبلنا الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل You who have believed do have faith in Allah His emissary Prophet Muhammad and the book which he has sent down to his emissary the Quran and the scripture which he had earlier sent down وهو قال لنا الآية القرآنية وترجمها للترجمة اللي معانا دي The Prophet peace be upon him Clarify the articles of faith in his hadith Faith is to believe in Allah His angels His books His messengers The last day and the divine decree Both good and bad الحديث بتاع رسول صلى الله عليه وسلم بتعريف الإيمان بيعرف لنا الإيمان هو إيه؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره Faith in Islam The belief in Allah is the cornerstone of the entire faith of Islam It's the first and most important article of faith الإيمان بالله هو حجر الأساس للإيمان بأكمله في الإسلام وهو أهم بند من بنود الإيمان To believe in Allah is to believe in His existence لكي نؤمن بالله لابد أن نؤمن بوجوده His divinity وألوهيته His lordship وسيادته His names and His attributes وأسمائه وصفاته عشان نؤمن بالله لابد أن نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ونؤمن بألوهيته وسيادته وأسمائه وصفاته It is to believe that there is only one God worthy of worship and nothing in existence is similar to Him يبالكي نؤمن بالله نؤمن أنه الإله الوحيد الذي يستحق العبادة ولا شيء مشابه له في هذا الكون قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير there is nothing like unto him and he is the old hearer the old sir نيجي بعد كده المونوثيزم التوحيد In Islam nothing is to be worshipped other than Allah في الإسلام لا أحد يعبد غير الله سبحانه وتعالى This concept is known as monotheism وهذا المفهوم معروف به التوحيد monotheism is the belief that there is only one God يبالكي نعرف التوحيد بنقول هو الاعتقاد بأنه هناك إله واحد an old supreme immortal being يعني إله خالد الله clarifies توحيد in the holy Quran ربنا سبحانه وتعالى بيعرف التوحيد في القرآن الكريم طبعا جاب لنا الآية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نيجي بعد كده regulation of belief in Allah ما هي قواعد أو نظام الإيمان بالله سبحانه وتعالى to properly believe in Allah one needs to believe in the existence and oneness of Allah and that he is the Lord and the creator who controls the whole universe يبالكي نؤمن بالله سبحانه وتعالى بطريقة صحيحة يحتاج المرأة أو يحتاج الفرد أن يؤمن بوجود الله وبوحدانيته وأنه هو السيد والخالق للكون والمتحكم في الكون بأكمله نيجي بال للأسئلة answering the questions عندي طبعاً النوع الأول من الأسئلة circle the right choice هنحط دايرا على الإجابة الصحيح نيجي أول واحدة نترجمها مع بعض believe in Allah is the of faith يترى هو stone الإيمان بالله هو stone حجر ولا corner ركن أو زاوية ولا corner stone حجر الأساس ولا كير على طول هنختار الإجابة الصحيحة بتاعتنا corner stone number two in accordance with the prophet peace be upon him حديث the second article of faith is the believe in يبقى طبقاً لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الركن الثاني من أركان الإيمان أو البند الثاني من بنود الإيمان هو يترى the angels ولا divine books ولا الله ولا the messengers طبعاً إجابة معروفة عندنا the angels لأننا بنقول الإيمان بالله أولاً بعد كده وملائكته يبقى number two the angels number three there is only one god worthy of هناك إله واحد يستحق إيه partnership ولا workshop ولا worship ولا friendship طبعاً إجابة worship يعني يستحق العبادة طبعاً إجابة worship يعني الشراكة workshop دي workshop تنفعش معنا وعندي friendship اللي هي الصدقة الكلمة المناسبة عندنا worship العبادة تكملة السؤال to believe in Allah is to believe in all this except لكي نؤمن بالله نؤمن بكل هذا ما عدا his partnership ولا existence attributes ولا lordship طبعاً في حاجة واحدة بس لا يجب أن نؤمن بها أو ما تنفعش مع الإيمان بالله وهي partnership اللي هي الشراكة ولا يعزو بالله number five to properly believe in Allah you need to believe in his عشان نؤمن بالله بالطريقة الصحيحة يجب أن نؤمن بإيه his presence يعني بوجوده ما ينفعش أقول limited abilities ولا يعزو بالله لأن ربنا سبحانه وتعالى القدرات بتاعته غير محدودة وهي لينا limited abilities فدي مش معنا cooperation لا طبعاً ما فيش cooperation مع الله لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق للكون mortality اللي هو الفناء فطبعاً لا بد أن نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى تبقى الإجابة الصحيحة عندي presence نوع الثاني من الأسئلة بيقول لي write true for true and false for false sentences number one faith is an important part of Islam طبعاً الإيمان هو جزء أساسي من الإسلام إجابة صحيحة 100% number two believe in Allah is the first and most important article الإيمان بالله هو البند الأول وأهم بند نعم صحيح that's true number three الله doesn't explain توحيد in the holy Quran ربنا ما بيفسر لناش ولا بشرح لنا التوحيد في القرآن الكريم أكيد خطأ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كل هو الله أحد يبقى ذكر التوحيد في القرآن الكريم number four Islamic beliefs revolve around the proper belief in Allah يعني تدور المعتقدات الإسلامية حول الإيمان الصحيح بالله طبعاً إجابة صحيحة that's true the last one faith is to believe in only one prophet الإيمان هو أن نؤمن بنبي واحد فقط إجابة طبعاً خطأ false لا بد أن نؤمن بجميع الأنبياء ولا نؤمن بنبي واحد عندي نوع تاني من الأسئلة وهو match match يعني هنوصل articles اللي احنا أخذناها في الأول قلنا اللي هي البنود existence اللي هو الوجود أو وجود الله سبحانه وتعالى lordship اللي هو السيادة immortal معناها خالد وعندنا unicity اللي هي الوحدانية أوكي طيب هنبدأ بarticles ايه هي البنود طبعاً بنود هنقول هنا items in an agreement يعني هي البنود في ايه؟ في اتفاقية طيب أما نتكلم عن existence الوجود الوجود continuous in life يعني الاستمرار في الحياة طيب lordship a term of respect when speaking about an authority يبقى طبعاً هقولي مصطلح يقولي الاحترام عندما نتحدث عن سلطة immortal immortal يعني خالد not liable or subject to death not liable or subject to death يعني ليس عرضة للموت unicity الوحدانية اخر حاجة طبعاً having no like or equal يعني ليس له شبيه او مساولة نيجب عندنا الاسئلة اللي هي what constitutes faith ما الذي يشكل الايمان طبعاً هنا يعني تعريف الايمان هو ايه؟ بمعنى صح فقول faith is to believe in Allah his angels his books his messengers the last day and the divine decree both good and bad يبقى الايمان هو الايمان بالله بملائكته بكتبه بالرسله باليوم الاخر بالقدر خيره وشره number two what is monotheism طبعاً ايه هو التوحيد وحنا عرفناه وحنا بنقرأ الدرس فمنقول التوحيد monotheism is the belief that there is only one god يبقى الاعتقاد او الايمان بأن هناك اله واحد سؤال التالت number three how can a muslim properly believe in Allah كيف يمكن للمسلم ان يؤمن بالله بشكل صحيح الإجابة عندي through believing in his existence and his oneness and that he is the lord and the creator who controls the whole universe يبقى من خلال الامان بوجود الله ووحدانيته وأنه هو السيد للكون وأنه هو الخالق الذي يتحكم في الكون كله نيجبها الاخر حاجة عندنا وهي translation I'm gonna translate the following into Arabic all Islamic beliefs and practices revolve around the proper belief in Allah يبقى ترجمة الجملة دي معانا هنقولها كده جميع المعتقدات والممارسات الإسلامية تدور حول الإيمان الصحيح بالله سبحانه وتعالي الإيمان بالله هو أهم محاور الإيمان وأهم شروطه الإيمان بالأركان الستة ترجمة الجملة believe in Allah is the most important access of faith and its most important condition is the belief in the six pillars وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا الأول للدرس الأول معانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر